بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنتكلم على الشابتر التاسع في هذا المقرر وهو الشابتر الثالث من جزء الفليوت باور سيستمز في هذا الشابتر بمشيئة الله هنتكلم على الهيدروليك سيلندر وبعض الاكزامبلز على الهيدروليك سيركيتز مكونات هذه المحاضرة هنتكلم فيها على الطيب اوف هيدروليك سيلندر الديمينشن اوف هيدروليك سيلندر ثم الهيدروليك سيلندر موشن وبعض الاكزامبلز على الهيدروليك سيركيتز منها سيمبل سيركيت وز فكسد ديسبليسمت بامبس وسيركيت اليستريتين يوز اوف سيكوانس فالف نبدأ مع الطيبس اوف هيدروليك سيلندر الاكتويترز بشكل عام او الاشياء او الاجزاء الي في الهيدروليك سيلندر الي بتقوم بتنفيذ مهمة او وظيفة ميكانيكية او بمعنى اخر بتحول الهيدروليك باور الي بينقيلها الزيت الى ميكانيكال باور بتنقسم لنوعين اساسيين النوع الاول الروتري او بتبقى فيها الموتورز او الهيدروليك موتورز والنوع التاني لينيار موشن الي هو السيلندر السيلندر بنجد فيها عدة انواع اشهرها السينجل اكتنج سيلندر والسينجل اكتنج زي ما هو واضح عندنا في الصورة هنلاحظ ان الزيت او الهوى المادة يعني الفليود الي بيحرك السيلندر له مدخل واحد بيعمل بريشر على البستون وبيحركه اما رجوع البستون مرة اخرى فبيكون من خلال سبرينج من خلال سوستا لكن النوع التاني اللي هو الضبل اكتنج في هذا النوع بنجد ان الزيت او الهوى بيدخل يعمل بوشن يعمل اكستيند للسيلندر للبستون وهو ايضا مسؤول عن اعادة السيلندر يبقى فيه مدخلين للسيلندر مدخل مسؤول عن الاكستيند ومدخل مسؤول عن الريتراكت النوع التالت يسمى الضبل رود سيلندر او الثرو رود سيلندر وواضح من الصورة بتاعته ان الرود نفسه بيكون خارج من السيلندر من الجهتين وده بيخليه قادر على عمل وظفتين في اسناء التشغيل يعني وهو ماشي في هذا الاتجاه بيقوم بوظيفة وهو راجع في هذا الاتجاه بيقوم بوظيفة تانية النوع اللي بعد كده ويسمى التليسكوب سيلندر وده واضح من الشكل ومن الاسم ان هو الهدف منه انه نحصل على طول اكبر ومسافة اكتر او مشوار اكبر للسيلندر فكأنها مكونة من عدة سيلندر جوة بعدها وبيحصل اكستيند للسيلندر دي بالتوالي وراء بعضها بحيث ان هي تدي طول اكبر او مشوار او ستروك مسافة اكبر ابعاد الهيدروليك سيلندر علشان نقدر نتعامل مع الهيدروليك سيلندر فيه بعدين رئيسيين علشان نقدر نحسب البرشر او الفورس اللي ابتقى على هذه السيلندر فالبعد الاول وهو الديامتر الخاص بالبستون اللي هو بينقيسه على الوجه بتاع البستون من هنا والديامتر الخاص بالرد اللي هو ماسك البستون يبقى فيه عندنا دي بستون ودي رد الدي بستون يستخدم في حساب المساحة اللي هنسميها A1 اللي هي المساحة على وجه البستون من هنا اللي هي الفلو هيدخل من هنا ويبدأ يدف او يعمل بريشر على البستون على هذه المساحة وتسمى الA1 وتتحسب باي في دي بستون سكوير على اربعة اما المساحة الخلفية للبستون اللي موجودة في هذا الاتجاه فيتم حسابها عن طريق حساب مساحة البستون ما تروح منها مساحة الرد وتسميها A2 وهتساوي باي في دي بستون سكوير ناقص الدي رد سكوير على اربعة حسابها شكرا اشتركوا في القناة